الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد النبي الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا أيها الأحباب والأحبة نحن في أيام المسيح الدجال فاستعدوا أيها الأحباب الحروب دمرت البلاد وقتلت العباد أفغانستان باكستان العراق تونس مصر ليبيا اليمن لبنان وسوريا الآن إنها العلامة العرب لا يجدون من يحكمهم وسقوط سبع أمراء للدول سقط صدام حسين شنقا في العراق ومات مقتولا الحريري لبنان وسقط حسن مبارك مطرودا وسقط زين العابدين مطرودا أيضا تونس وسقط عبد الله صالح اليمن مطرودا مقتولا وسقط الغذافي أيضا مقتولا ومن هو السابع الله أعلم لا أدري ولأن العديد من المجازر والقتل والتقتيل في سورية الحبيبة ومن العلامات أيضا كثرة الهرج والمرج بمعنى كثرة القتل بينما لا يعرف القاتل لماذا قتل والمقتول لا يعلم لماذا قتل أيضا لا يعرف لماذا قتل وهذا الذي نراه في سورية واليمن وليبيا وبعض الدول العربية والإسلامية فسيظهر المهدي ليقودهم إذا بدأت العلامة الكبرى أبواب التوبة ستغلق لا تدري أن تيمكن أن تكون سببا في هداية شاب أو توبة فتاة فيرحمك الله فساد حدث ولا حرج نساء كاسيات عاريات شباب يتشبهون بالنساء ونساء تتشبه بالرجال وأكبر مثال ما يحصل في مدارسنا في الفيس واليوتيوب والأنترنيت تحدث ولا حرج وقال الخبراء زلزان اليابان سينتج عنه جزيرة باتجاه الغرب من الجزيرة العربية واليابان ستكون أول من ترى هذه الجزيرة في العالم كما أن هناك معلومة قد لا يعلمها كثير من الناس وقد ذكرت في كتاب نهاية العالم للشيخ البخاري رحمه الله تعالى أن السنة التي ستسبق ظهور المهدي للعالم سيحدث كسوف للشمس وخسوف للقمر في نفس السنة مرتين وفعلا حدث هذا حدث الكسوف والخسوف في نفس السنة مرتين وهذه الظاهرة حدثت لأول مرة في العالم الغرب يقولون بأن نهاية العالم هي 2012 هي نهاية العالم لكن من يدري قد يكون هو بداية ظهور العلامات الكبرى وبالتالي بداية نهاية العالم إنه إمذار من الله عز وجل لإيقاظ المسلمين أحبابي فلنجعل الصلاة أهم شيء في حياتنا وأكثر من الاستغفار وأكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأكثر من قراءة القرآن الكريم واحذروا كل الحذر من هذه الوديان وادي جهنم ووادي غي ووادي سغر أما وادي غي وهي لمن يجمع الصلوات في صلاة واحدة قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غي وهذا الوادي وادي الغي تستعيذ منه جهنم كل يوم من شدة حرارته سبع مرات أما الوادي الثاني هو وادي ويل وهو لمن يؤخر الصلاة بغير عذر هو وادي مليء بالعقارب والحيات لقول الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أما الوادي الثالث وادي سغر وهو لتارك الصلاة حيث قال الله تعالى ما سلككم في سغر قالوا لم نكن من المصلين وقال الله تعالى وما أدراك ما سغر لا تبغي ولا تذر وهذا الوادي بمجرد دخول تارك الصلاة تذوب عظامه من شدة الحرارة وتارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان ويحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أحبابي أرسلوا هذه الرسالة لا تبخلوا بإرسالها لغول النبي صلى الله عليه وسلم تنبلغوا عني ولو آية بإرسلوها لغيركم قد تنقذ غيرك من هذه الأودية وتجعلهم يحافظون على صلواتهم وأنت تكون سببا لتوبتهم من ولدكم البار وأخوكم العزيز عليكم الداعي أبو عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته